اهلا بكم مشاهدين الى ساعة اخبارية من العربية يقدمها لكم ابراهيم بدر ونستهلها بالعنوي نواب امريكيون يؤكدون ضرورة استمرار وصول المفاتشين الدوليين الى مواقع ايران النووية واشنطن تهدد الحوثيين بفرض عقوبات اذا لم يتعاونوا مع جهود الحل السياسي للازمة لاول مرة منذ 2013 مباحثات مصرية تركية في القاهرة على مدى يوميا ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفاة في الهند وبريطانيا تتجه لتصعيم السكان بالجرعة الثالثة طلب نواب جمهوريون في الكونغرس الامريكي في رسالة لوزير الخارجية انتوني بلينكين بالحصول على ضمانات لوصول مفاتشي الوكالة الدولية لمواقع ايران النووية بعد انتهاء صلاحيات الاتفاق نووي واعرب النواب عن قلقهم من قرب انتهاء صلاحية اتفاق تفتيش مواقع ايران النووية لفتين في الوقت ذاته الى ان تمكين مفاتشي الوكالة الدولية من الوصول لتلك المواقع ليس محل التفاوض الى ذلك اكد النواب بان منع تفتيش المواقع النووية الايرانية له تداعيات خطيرة على امن واشنطن وحلفائها طلب جمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الامريكي بوثائق من البيت الابيض تتعلق بالتصريح الامني للمبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري بعد ان قال وزير الخارجي الايراني ان كيري ابلغه بالهجمات الاسرائيلية على مواقع ايرانية في سوريا عبر اعضاء اللجنة الجمهورية في رسالة الى دانا ريموس مستشارة البيت الابيض عن مخاوف بشأن قدرة كيري للخدمة في منصبه الحالي مع مجلس الامن القومي وما اذا كان ينبغي ان تؤثر هذه الادعاءات على قدرة كيري على الحفاظ على معلومات امنية افادت مصادر مطلعة العربية بان المبعوث الامريكي اليمان تيميتي ليندر كينغ هدد الحثيين بفرض عقوبات اذا لم يتعاونوا مع جهود الحل السياسي للازمة المصادر اكدت ان المبعوث الامريكي نقل رسالة للحثيين عبر وسطاء في مسقط طلبهم فيها بوقف الهجوم على مأرب والقبول بوقف اطلاق النار وإلا سيواجهون اجراءات عقابية عقد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اجتماعا ضم عددا من قادة الاركان في محافظة مأرب واشهد بتلاحم اليمنيين في المحافظة خاصة الجيش والقبائل يمكن كان في 2015 الناس بيفتكروا انه ما استشهد عبد الرب الشدادي انه مارب بتضعف قوية مارب وروح عبد الرب الشدادي تقسدت في الف رجل والف قائد خسرنا قادة كثير في هذه المعركة في هذه العيام الوايلي عبد الغاني شعلان غيرهم قادة يعني لنعدد الآن اسماك كثير من قادة الالوية والقادة والمشايخ وأبنائهم معركة التحم فيها الجيش والقبائل بطريقة اسطورية سيسجلها التاريخ التاريخ يكتب الآن يكتب في مارب كما اكد رئيس الوزراء اليمني بأن الحوثيين يحاصرون صنعاء واخذون اهلها رهائن احنا نتكلم من زمان على فتح المطار يعرفوا كل ابناء اليمن في مناطق سيطرة الحوثيين الوهم اللي يحاول يروج وحصار هو اللي فارض الحصار هو اللي فارض هذه الحالة العبثية والوضع الاقتصادي الصعب مرتبات وكنا بدينا ندفعها في 2019 غاز ويطلع من مارب كهرباء وكنا مستعدين ندي لهم الحرب حرب لن نتهاون في ثوابت الدولة والجمهورية لكن في الجانب الإنساني احنا اللي حريصين على أبنائنا في كل أبناء البلد من صعدة إلى المهرة لا يجيزايد عليها وإلى الآن لو نلعب نفس اللعبة اللي يلعبها كالوضع بيكون صعب لكن عمرها منزلقنا لهذا الموضوع وللحديث عن هذا الموضوع انضميرنا من القهرة الكاتب الصحف اليمني وضح الجليل صباح الخير أستاذ وضح بداية أهمية وجود رئيس الوزراء اليمني في مأرب والرسالة التي أراد إيصالها بداية لسكان مأرب وأيضا لميليشيات الحوث التي تهاجم مأرب منذ 14 نعم صباح الخير وتحية لك ولجميع السادة المشاهدين بالتأكيد زيارة رئيس الوزراء في هذه اللحظة زيارة مهمة وتكتسب قوة معنوية بالنسبة للجيش والمواطنين عموما في مأرب ولكافة المقاتلين في الجبهات هذا يعتبر دعم معنوي عالي منذ فترة طويلة لم يزر محافظة مأرب مسؤول أو شخصية بهذا الحجم عدا زيارات متقبتة لقادة عسكريين الحكومة الآن وبحكم تواجدها في اليمن كان لابد أن تتواجد أيضا في مأرب كونها تخوض المعركة المصيرية الأهم في تاريخ اليمن وفي هذه المرحلة المفصلية وهي أيضا في المقابل رسالة بالنسبة للحوثيين بأن الحكومة الشرعية وكافة من الجبهة الوطنية لن تترك مأرب ولن تسمح لها الحوثي باقتحامها أو اخترقها الحوثي رد على هذه الزيارة بإطلاق صاروخين باليستيين وكأنه يحاول أيضا أن يستهدف رئيس الوزراء خلال تواجده في مأرب مثلما حاولوا استهداف الحكومة لدى وصولها إلى عدن الآن أهمية استجابة القبائل اليمنية في محافظة مأرب والجوف وباقي المحافظات المجاورة للدعوة للنفير وإسناد الجيش إلى أي مدى يمكن البناء على هذه الاستجابة لصد هذه الهجمات خصوصا أن هكذا استجابات نجحت في صد الهجمات غرب المحافظة نعم المواطنون في كامل المحافظة اليمنية وخصوصا المحافظة القريبة من مأرب يدركون أهمية الدفاع عن مأرب والتصدي للهجمة الحوثية يدركون خطورة الهجمة الحوثية أيضا والتعزيزات الضخمة التي يدفع بها الحوثي إلى محافظة مأرب في محاولة لاختراقها والتضحيات التي يقدمها بخيرة مقاتليه وبالكثير من المقاتلين وأيضا بالتعزيزات التي تصل إليه باستمرار يدرك الجميع أن مأرب الآن هي نقطة مفصلية في الصراع مع الحوثي وأن سقوط مأرب بيد الحوثي سيعني بالتأكيد انكسار لكامل الجبهة الوطنية في مواجهة هذه الجماعة وهذه الميليشية ولابد من التصدي لهذه الميليشية ومنعها من تحقيق أي اختراق لمدينة مأرب والمحافظة ما تفضلت به يقودني إلى السؤال لماذا هذا الإصرار الحوثي على إسقاط محافظة مأرب أربعة أشهر من الهجمات خسائر بالمئات لا بالألف ومع ذلك يستمر الحوثي في التصعيد ورفض كل مبادرة السلام حتى دعوات المبعوث الأمريكي والأممي وأيضا السفير الفرنسي لا تجاوب مع هذه الدعوات هناك إصرار على اقتحام مأرب لماذا نعم مأرب تمثل حاليا المعقل الأهم للسلطة الشرعية وبالتالي إسقاطها أو سقوطها بيد الحوثي سيتمثل ضربة قوية للسلطة الشرعية ربما تكون ضربة قاسمة تزيح الحكومة الشرعية إلى الهامش وتجعلها في موقف تفاوضي ضعيف إضافة إلى ذلك مأرب أيضا محافظة غنية بالثروات النفط والغاز والحوثي يريد أن يسيطر عليها لتعزيز مجهوده الحربي ولدعم اقتصاده وأيضا في المقابل يعتقد الحوثي بأنه سيستطيع فرض إرادته على اليمنيين إذا ما استطاع السيطرة على مأرب وأنه سيكون في موقف تفاوضي أفضل وأن المجتمع الدولي سيضطر إلى التعاطي مع ما يفرضه من واقع على الأرض وبالتالي ستقدم له المزيد من التنازلات وسيتمثل له بالسيطرة والهيمنة وأيضا ستكون مأرب نقطة انطلاق إلى بقية المحافظات يعلم الحوثي بأن سقوط مأرب أيضا ستسهل إسقاط عدد كبير من المحافظات وخصوصا المحافظات الجنوبية وتحديدا شبوة القريبة إلى محافظة مأرب وهي أيضا محافظة غنية بالثروات والدخول إليها يمثل مفتاحا لدخول بقية المحافظات الجنوبية نعم تفضل شكرا جزيلا على وجودك معنا وضح الجليد للكاتب والصحف اليمني كنت معنا مباشرة من القاهرة في اليمن أيضا اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمن معمر الإرياني الحوثيين بنحب الخزينة العامة والاحتياط النقضي والإيرادات وقال إن ميليشيات الحوثي تخنق القطاعات الخاصة وتصادر مدخرات المواطنين وأضاف بأن الحوثيين يستخدمون الأموال المنهوبة لتصعيد حربهم وتمويل أنشطتهم الإرهابية فضلا عن تنفيذهم لسياسات إيران التخريبية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا في القاهرة اليوم وغدا بين نائبي وزيراء الخارجية في البلدين القاهرة أكدت أن المناقشات ستكون استكشافية وستناقش الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي وهذه أول محادثات بين مصر وتركيا منذ عام 2013 حيث تدهورت العلاقات بين البلدين منذ ذلك التاريخ والمزيد من التفاصيل عن هذه المشاورات ينضم إلينا من القاهرة أحمد وعثمان مراسل العربية صباح الخير أحمد بداية أين ومتى ستبدأ هذه المشاورات والأجواء التي رافقتها صباح الخير إبراهيم بالفعل كما ذكرت المفترض أن تكون المشاورات أو بدء المشاورات بعد حوالي أربع ساعات ومصف من الآن في مبنى وزارة الخارجية الذي يظهر من خلفي الآن سيكون هناك مجرد لقاء سيحضره المصورين ومن ثم سيكون الاجتماع الثنائي لا يوجد أي مؤتمر صحفي اليوم ربما سيكون هناك بيان صحفي ختامي قد يخرج مع نهاية هذه الزيارة عصر الغد بحسب ما علمنا من بعض المصادر بأن سيكون هناك بيان ربما حول ما تم الاتفاق عليه من خطوات استكشافية كما ذكرت أنت في مقدمة الخبر هذا البيان سيصدر أغلب الظن سيصدر غدا مع انتهاء المشاورات التي بنا المفترض أن تستمر يومين عندما نتحدث عن استكشافية هل نعني بذلك بأن القاهرة تريد أن تفهم ماذا تريده أنقرة والعكس صحيح أيضا بالتأكيد هذه الزيارة تأتي في سياق كان هناك عدد من الزيارات خلال الفترة الأخيرة من ممثلين أمنيين سواء في أنقرة أو في القاهرة كان هناك محاولات من قبل تركيا تحديدا ربما للتقارب مع مصر صهرة هذا في العديد من الخطوات خلال الشهور الماضية كان هناك أيضا رد مصر بأنه يرحب رد مصر يرحب بأنه يرحب بأي خطوة إيجابية من جانب تركيا لتطبيع العلاقات فيما له علاقة بصالح المنطقة وصالح الإقليم عدد من الملفات تم مناقشتها خلال الفترة الماضية كانت حاضرة فيما يتعلق كان هناك مهدرات من تركيا فيما يتعلق بقنوات الإخوان وبس الخطاب الرافض للدولة المصرية أو المناهض للدولة المصرية والحديث ربما عن استعدادات لمغادرة العديد من الكوادر الإعلامية الإخوانية وأيضا الحديث عن تسليم عدد من القيادات الإخوانية والدعشية المتورطة في عمليات إرهابية في مصر كل هذه العنوين نقشت بشكل مستفيد ما بين الوفود الأمنية خلال الفترة الماضية يعني ربما يبقى السؤال عن الخطوات المقبلة أيضا الملف الهام جدا الذي يراه البعض محوريا في مستقبل العلاقات المصرية التركية هو الملف الليبي يعني فيما يتعلق بفكرة المرتزقة فيما يتعلق بفكرة القواعد الأجنبية كل هذه العنوين كانت عالقة وكانت محل شد وجذب بين الجانبين خلال السنوات ووصلت إلى زرواتها خلال الشهور الأخيرة وهناك الحديث الآن عن محاولة للوصول إلى تسويات في كل هذه المنطقة والمتابع للتصريحات التي تخرج من القرى ومن القاهرة لأن الاجتماع هذا لن يكون الأخير تسربت أنباءا أن هذا الاجتماع ستليه اجتماعات أخرى وبالتالي هل سيكون هناك حسب ما تسرب أيضا من أنباء جدول زمني لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه نعم بالتأكيد هذا ما علمناه من بعض المصادر كما تكرت لك هو في إطار سياق هناك عدد من الإقاءات وهناك عملية تقييم لما يتم الاتفاق عليه لإنعكاساته على الأرض وبناء على هذه المواضيع استحسن والتقييم الإجابي لما يتم الاتفاق عليه ما بين الجانبين سيكون هناك أيضا تحديد لمواعيد أخرى واجتماعات أخرى مع ممثلين أعلى من السياسيين من قبل الجانبين شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مراسل العربي أحمد عثمان كنت معنا مباشرة من القاهرة اقترحت لجنة ملتقى الحوار القانونية في ليبيا أن يكون رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة واقترحت لجنة أن يتم اختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع البرلمان وأحالت لجنة ملتقى الحوار القانونية القرار نهائي لآلية اختيار رئيس ليبيا إلى الهيئة العامة كما اطرحت اللجنة مقترحين لانتخاب رئيس الدولة من البرلمان أو الشعب واقترحت تأجيل استفتاء على الدستور ليبي لما بعد الانتخاب نشاطنا مستمرة وتتابعنا فيها بعض الفاصل غارات تسهدف مواقع عسكرية بالقرب من قاعدة حميميم الروسية غرب السوري أهلا بكم من جديد أسقطت الدفاع السوري عدة صواريخ سرعيلية فجرا استهدفت كل من الاذقية وحماب القربي من قاعدة حميميم الجوية الروسية على منطقة موطن عائلة الرئيس بشار الأسد فدى المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الضربات تسهدفت مواقع عسكرية وسط البلاد فدت وسائل المنظام بأن الغارات تسهدفت مصنع بلاستيك بعض الممتلكات في مصياف والحفة في المقابل لم يعقب الجيش الإسرائيلي على تلك الضربات حتى اللحظة موسيقى 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 بعد توقف لأكثر من خمسة أشهر سؤنفت المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشكل غير مباشر وترجل المحادثات بوساطة أمريكية ورعاية أممية انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود بين الجانبين بعد توقفها لأشهر الجولة الجديدة هي الخامسة من نوعها تمت برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية وكان الهدف منها إنهاء الصراع بين تل أبيب وبيروت حول الحدود البحرية تقسم الحدود البحرية للبنان إلى عشر مربعات منطقة الخلاف الرئيسية تقع أقصى جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل في منطقة رأس النقورة تقع المنطقة في المربع رقم 9 الغني بالغاز الطبيعي حيث يطالب لبنان بضم مساحات كبيرة من المربع البحري إليه وكذلك الحال بالنسبة لإسرائيل يأتي الاستئناف بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة وكذلك في ظل ظرف اقتصادي هو الأسوأ في تاريخ لبنان حيث تحرص السلطة اللبنانية على حل النزاع الحدودي مع إسرائيل وفتح المجال أمام إبرامي صفقات في النفط والغاز تضر دخلا جديدا على البلاد قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن قضية سد النهضة المصيرية بالنسبة لمصر والسودان وفي رقاء مع قناة سينين أعرب حمدوك عن تقديره لوساطة الاتحاد الفريقي في أزمة سد النهضة لكنه أعرب عن تطلعه لانخراط مراقبين آخرين في جهود الوساطة للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملئه وتشعيله مشيرا إلى أن غياب الاتفاق سيضيع الدول أو سيضع الدول المعنية تحت رحمة أثيوبيا التي ستتحكم في تدفق المياه أكدت وزارة النفط العراقية مقتلة وإصابة عدد من قوات الأمن في التفجير الذي استهدف بإيري نفط في كاركوك وقارت بكالة رويترز أن المسلحين هاجموا أبار نفط في شمال الإراق دون أن يتأثر الانتاج يأتي هذا بالتزام مع مطالبات أربيل بتفعيل لجان التلسيق الأمني مع السلطات العراقية لشغل المناطق الفارغة أمنيا الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوات البيشمرقة الكردية جنوب شرق أربيل التي أوقعت عدد من الضحايا في صفوف البيشمرقة الكردية أعادت إلى الواجهة مطالب أربيل في تفعيل اللجان الأمنية المشتركة ما بين الجيش العراقي والبيشمرقة الكردية في الانتشار الأمني بتلك المناطق لتفويت الفرصة على منفذ الهجمات الصاروخية باتجاه أراضي الإقليم إن لم تتحرك الحكومة العراقية لمعالجة هذا الموضوع وخصوصا في المناطق المتنازعة عليها بين الإقليم وبغداد سيتوسع الفراغ الأمني وتنفذ هجمات ضد البشمرقة والجيش العراقي المناطق الفارغة أمنيا على الشريط الفاصل بين الجيش العراقي وقوات البيشمرقة الكردية تبدأ من أقصى الشرق على حدود إقليم كردستان العراق ضمن ما يعرف بمناطق المادة 140 من الدستور العراقي وهي مدن وقصبات متنازع عليها بين بغداد وأربيل بدءا من مدينة خانقين بمحافظة ديالا وصولا إلى مدينة ربيع الحدودية مع السوريا مرورا بمحافظة كاركوك ومناطق سهلنينوى شرق الموصل ويبلغ طول تلك المناطق الفارغة نحو 1050 كيلو مترا وبعرض يتراوح بين 5 إلى 15 كيلو مترا كبشمرقة نسارع ونصابق الموت وهذا واضح من اسمنا نتوقع دوما أي هجوم يقع ضدنا من قبل أي طرف ونحن مستعدون للدفاع فالأعداء كثيرون ويتربصون بنا بمختلف أسمائهم اتفاقات بغداد وأربيل في القضايا الأمنية والسياسية على تما تصطدم بالجملة معرقلات واتهامات لحلفاء طهران وميليشياتها بالوقوف وراء تلك المعرقلات فيما تفيد تسريبات بأن الجهة المستفيدة من المناطق الفارغة أمنيا بين الجيش العراقي والبيشمرقة الكردية هي الفصائل ذاتها الموالية لإيران لتنفيذ تهديداتها تجاه المصارح الأمريكية داخل أراضي الإقليم أحمد الحمداني العربية انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمالك الجدار أغلو تصريح رئيس حزب الحركة القومية وحليفة رئيس تركي دولة بهتشلي الذي أكد فيه انتهاء اقتراح مسودة دستور جديد للبلاد قال أغلو أنه لم يرى مسودة الدستور التي تحدث عنها مع اعتقاده بأنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا كما أشار إلى أن تركيا أصبحت تدار بالتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة غير موثوق بها من طرف الشعب ولا أحد يثق بالقضاء مشددا على أن أجندة تركيا الحقيقية هي كسب الرزق وأن هناك فقرا مطقعا وليس فقرا عاديا عقد وزراء الدول الصناعية الكبرى السابع اجتماعهم الأول بأول مرة في لندن بحضور شخصي راعي قواعد منع انتشار فيروس كورونا وركز الاجتماع الأول على القضايا التي تهدد بتقويض الديمقراطية والوضع في سوريا وليبيا وإيران في ظروف فيروس كورونا الاستثنائية تجتمع أقوى سبع ديمقراطيات في العالم لبحث قضايا دولية مهمة بعد التحية بالكوع والجلوس على طاولة بمسافة تباعد وعوازل زجاجية انخرط وزراء مجموعة السبع في مناقشة الملفات الجيوسياسية الملحة التي تهدد المجتمعات الديمقراطية المنفتحة الوضع في ليبيا والصراع المتواصل في سوريا من بين القضايا التي كانت على جدول أعمال الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص ليبيا وسوريا أولاً هو أن دول مجموعة السبع ستبحث الوضع الجيوسياسي لتحقيق توازن ضد مشاركة الروس بشكل أساسي في كل الصراعين ولكن أيضاً مع ما يرون أنه طورت روسيا وإيران وحتى الصين في هذه الصراعات ثانياً تقديم الدعم الإنساني كأحد ملفات جدول الأعمال وزير الخارجية البريطاني حتى نضرأه على اتخاذ إجراءات أقوى ضد المجلس العسكري في ماينمار بتوسيع نطاق العقوبات وزيادة المساعدة الإنسانية بعد مشاهدة فيديو عن الوضع في البلاد المجتمعون بحثوا أيضاً زعزعة استقرار الشرق الأوسط من قبل إيران ووكلائها والعلاقات مع روسيا والصين إيران يصعب التعامل معها وخاصة الحرس الثوري الذي يتبنى مواقف مختلفة عما يطلق عليهم بالمعتدلين والتوصل إلى اتفاق سيكون صعب المنال وإذا ما وجدنا طريقة لتخلي إيران عن تطلعاتها النووية وتهدئة الوضع في مناطق الصراع بما فيها سوريا واليمن فإن منطقة الشرق الأوسط ستكون لها فرصة لحل بعض أزماتها من أجل مصلحة مواطنيها اليوم الثاني من الاجتماع سيركز على التغير المناخ وانتعاش اقتصادات العالم من جائحة كورونا والاستعداد للطعاط مع أوبئة في المستقبل إلى جانب المساعدات الإنسانية وأمن الغذاء اجتماع كبرى الديمقراطيات السبعة في العالم يظهر وحدة الدول المشاركة بالرغم من بعض الخلافات في وقت تشتد إليه الحاجة لمواجهة التحديات المشتركة والتهديدات المتزايدة في مختلف مناطق العالم مصطفى زارو العربية لندن حذر تقرير لاستخبارات الأمريكية من أن عودة طلبان إلى الحكم في أفغانستان تنطوي على مخاطر من شأنها نسف المكاسب التي تحققت على صعيد حقوق النساء منذ إطاحة حكمهم قبل نحو عقدي وبحسب التقرير التابع لمجلس الوطني للإستخبارات لتزال حركة طلبان ثابتة في نهجها التقيدي لحقوق المرأة وألافت التقرير إلى أن قيادة طلبان لا تزال متصلبة في المفاوضات وتفرض قيودا اجتماعية صارمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها هذا وأشار التقرير الأمريكي إلى أن التقدم محرز في السنوات العشرين الأخيرة لا يزال هشا تابع التقرير بأن الضغوط الدولية يمكن أن تؤدي دورا مضيفا أن تطلع طلبان للحصول على مساعدات خارجية قد يعدل بشكل طفيف سلوكها على مر الوقت ارتفع عدد وضحاء الفيضانات التي شهدتها ولايتي المدية والمسيلة جنوب الجسائر إلى خمسة قتل أربعة منهم جرفتهم السيول في بلدة بن سليمان في المدية إضافة إلى طفلة جرفتها سيول وادي مقرى في ولاية المسيلة إلى هذا المستوى بلغ منسوب المياه إطر الفيضان الذي ضرب مدينة بن سليمان هنا في ولاية المدية ورغم مرور أربعين وعشرين ساعة على الكارثة إلا أن آثارها لا تزال ترسم معالم شوارع المدينة وادي عليم الذي يتوسط المدينة منه انطلقت السيول واجتاحت الشوارع متسببة في انهيارات في مباني حكومية وخاصة وجرف عشرات السيارات السوق هذا لمحاذي للواد لأسف شديد أنه كل النفايات التجار ترمى داخل للواد وهذا الشيء هو اللي أثر وزاد عمق من المشكلة عن الفيضانات الفيضانات التي شهدتها ولايتها المدية والمسيلة خلفت مقتل خمسة أشخاص عمر فطيم أحد الأربعة ضحايا الذين ودعتهم بن سليمان لوحدها بعدما قروجوا من المسجد كانت عمطار وفيضانات عمت داخل المسجد بر جميع المصلين منهم من الصعادة الأعلى منهم من بر الخارج أركبه السيارة مع العبن فإذا به المياه تجرفه إلى الواد العبن نجا والآب التوفي داخل النهر خلية أزمة شكلت بتعليمات من السلطات العليا للبلاد أدخلت المسؤولين المحليين في سباق مع الزمن لتخفيف آثار الكارثة عن المتضررين سوف نتأخذ كل إجراءات ظهرت بعض الحالات التي لازم نتكفلوا بها إن شاء الله سنتكفلوا بها بطبيعة الحال وأكد مرة أخرى بعد المعاينات الميدانية وإتبات الحالات هذه للناس المتضررين ويطالب السكان المتضررون والتجار بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم نطلبوا تعويض ونطلبوا من رئيس يجيب هنا الوالي يجيش وفي الحالة يعنا ليس غير إحنا الحالة يعنا والحالة أخاوتنا أمام تكرار هذه الحوادث دعا خبراء السلطات إلى تحديث مخططات التعامل مع الكوارث الطبيعية وبالخصوص الفيضانات بعد إحصاء منظمات متخصصة أكثر من 800 نقطة سوداء في مختلف ولايات البلاد عبدالقادر خربوش العربية ولاية المدية الجزائر نشرتنا مسمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل ما يقارب نصف الطواقم الطبية ترفض أخذ لقاح كورونا في فرنسا نواب أمريكيون يؤكدون ضرورة استمرار وصول المفاتيشين الدوليين إلى مواقع إيران النووية واشنطن تهدد الحوثيين بفرض عقوبات إذا لم يتعاونوا مع جهود الحل السياسي للأسمة لأول مرة منذ 2013 مباحثات مصرية تركية في القاهرة على مدى يومين إلا فرض ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات في الهند وبريطانيا تتجه لتطايم السكان بالجراعة الثالثة أهلا بكم من جديد التطورات تتسارع في قضية التحقيق في عمليات غسل الأموال في فانكوفر وتورينتو أخرها اعتقال أحد مسؤولي المخابرات الكندية ويدعى كاميرون أورتيس الذي تهم ببيع معلومات لأكبر شبكة غسل أموال وتهريب المخدرات تمول حزب الله وشبكة للنظام الإيراني في حين كشف جاري كليمنت الضابط السابق في الشرطة الكندية أنه منذ فرض العقوبات على إيران ولغاية الآن تحولت تورينتو إلى مركز لغسل أموال النظام ووكلائه لجنة كندية خاصة للتحقيق في قضية غسل أموال ضخمة تعود لميليشيا حزب الله تأتي عن طريق تجارة الكوكايين والفنتانيل بلان بيقومان حزب الله و تشكيلات حزب الله انوالو دقال ماني لاندرين دقال دراك أويك ما دهوش برکان حزب الله لكاندايا اكتیو لو پيواندیا ندا چون اوانا حاول نادن زياتر لمسالي پول خاوير نكرنوا أويك پيدالن ماني لاندرين یا دراك ما دهوش برکان زياتر اشكان اخوان برابية بدأ اللجنة بدأت بسماع افادة الشهود وجمع الادلة للقضية التي كشفت خيوطها عام 2019 اشكار داشتر اشكار جاري كالمنت الضابط السابق في شرطة الخيال الكندية كشف أنه منذ أن فرضت العقوبات على النظام الإيراني ولغاية الآن تحول تورنتو إلى مركز لغسل أموال النظام ووكلائه مثل حزب الله من خلال مكاتب الصيرفة وتجارة المخدرات ومحلات المجوهرات سيد ديفيد ما هي الطرق التي استخدمها النظام الإيراني وحزب الله في غسل أموالهم في كندا تجد حزب الله ومحلات التروريزم في كل مكان يحتاجون إلى تحسن الموضوع إلى تحسن المجوهرات من خلال إيران لذلك يمكنهم أن يكون لديهم هذه الموضوعات مستخدمة التحرك الكندية الذي وصف بالبطيء لوقف هذه العمليات المشبوهة أسفر عن اعتقال أحد مسؤولي المخابرات ويدعى كاميرون أورتس اتهم ببيع معلومات لأكبر شبكة غسل أموال وتهريب المخدرات تمول حزب الله وقاد من النظام الإيراني إذن خصصت الحكومة الفيدرالية ميزانية إضافية لمكافحة عمليات غسل الأموال الكبيرة يذكر أن كندا وضعت حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب عام 2002 وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام الإيراني منذ أكثر من ثماني سنوات بسبب عملياتهم المشبوهة وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان رفاه السعد العربية تورنتو مشاهدينا نتحول مباشرة إلى لندن وهذه الصور التي تأتينا من أمام مقر اجتماع الدول الصناعية الكبرى السبع والتي تناقش اليوم سبل ضمان توزيع أكثر إنصاف للقاحات فيروس كورونا بعدما دعتهم منظمة الصحة العالمية للتضامن في مواجهة هذه الجائحة طبعا يجتمع وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا في لندن في أول لقاء حضوري لهم منذ عامين للتركيز خصوصا على الوضع الصحي خصوصا أنه لا تزال البلدان الفقيرة تعاني بشكل كبير للحصول على اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثالثة من لقاحات ضد فيروس كورونا خلال فصل الخريف والوصول إلى هذا الهدف قالت صحيفة بحسب براسة لكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا من الحل يجب أن يتضمن لقاحات معدلة خصيصا لتلائم الطفرات الجديدة مع إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات أعلن البنك المركزي الهندي تخصيص مبلغ قدره 7.6 مليار دولار كتمويل رخيص لشركات العاملة في مجال الصحة بما في ذلك اللقاحات والمستشفيات في مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد وفاد حاكم بنك الاحتياط الهندي إن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى نهاية مارس من العام المقبل وتعهد باللجوء إلى إجراءات غير تقليدية في حال تدهور الوضع الصحي ما يقرب من نصف التواقم الطبية في فرنسا ترفض أخذ اللقاح الخاص بكورونا وذلك تعبيرا عن خيبة أملهم من حكومتهم أثناء انتشار الوباء في البلاد العام الماضي نتابع بعد تذمر أفراد في التواقم الطبية وعناصر أمن في بعض المستشفيات والعيادات الفرنسية ورفضهم القاطع لتلقي اللقاح بسبب خيبة أملهم من الحكومة الفرنسية وخصوصا لناحية اعتراضهم على توجيهات السلطات الصحية في بداية انتشار جائحة كورونا عندما روجت السلطات لعدم جدوى ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الممرضين والأطباء لعملهم ما أدى إلى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا هذا ما دفع حوالي 50% من أفراد التواقم الطبية إلى رفض تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا مغي فرانس تعمل كممرضة منذ ما يقارب الثلاثين عاما في مستشفيات فرنسا ترفض تلقي اللقاح وتشكك بتصريحات السلطات الصحية بشأنه لدرجة اتهامها بالكذب تتحدث السلطات عن جواز المرور الصحي لإجبارنا على تناول اللقاح بطريقة غير مباشرة تصرح وزارة الصحة بأن تناوله ليس إجباريا وفي نفس الوقت لا يمكننا السفر إذا لم نكن نحمل جواز المرور هذا إذن التلقيح إجباري قصدنا إحدى النقابات في فرنسا للتحقق من مشكلة الامتناع عن تناول اللقاح بين التواقم الطبية استقبلتنا مليكة بالعربي أم نقابية تعمل كمساعدة ممرض في مستشفيات غرب باريس عملت في الصفوف الأمامية أثناء انتشار الجائحة في فرنسا العام الماضي تساءلت مرارا عن عدم توفر الكمامات للممرضين ومساعديهم مع العلم أن بعض أطباء ورؤساء الأقصان الطبية كان لديهم ما يكفي من أدوات وقائية من الفيروس ما دفع الكثير مننا إلى أخذ اللقاح حرصا على سلامة المرضى الذين نختلط بهم أثناء عملنا في المستشفيات حتى الأول من آيار مايو من هذا العام تجاوز عدد الذين تناولوا الجرعة الأولى للقاح كورونا في فرنسا الخمسة عشر مليون شخص ليث بزاري العربية باريس الآن إلى أخبار الاقتصاد مع ناصر إليك ناصر شكرا أبراهيم أهلا بكم مشاهدين إذن جولة سريعة على أسواق المنطقة السوق السعودية الآن تتحول إلى الانخفاض وتنخفض دون مستوى العشرة ألاف وثلاثمائة نقطة تنين ونص مليار ريال سهم الكهرباء على انخفاض كان خلال جلسة هذا اليوم لاحظوا كهرباء السعودية الثاني الأسهم الأكثر نشاطا متراجعة بأكثر من ثلاثة في المئة التعمير مرتفعة بثلاثة في المئة وسأعطيكم النتائج التي صدرت كهرباء السعودية أرباح بمليار وسبعمائة مليون ريال في الربع الأول مقارنة بخسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي بأكثر من نصف مليار ريال الأرباح جاءت بعد تطبيق إلغاء الرسم الحكومي وأيضا تنظيم إيراداتها بعد الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة التي أقرت في نوفمبر من العام الماضي وبدأت تطبيقها هذا العام السهم منذ بداية العام على ارتفاع بـ 14% لكن هبوط حاد في جلسة هذا اليوم أما بالنسبة لعدد من النتائج الأخرى التي صدرت هذا اليوم البنك العربي الوطني انخفاض في أرباحه بحوالي 10% إلى 580 مليون ريال وذلك بسبب تراجع دخل العمولات أو إصافي دخل العمولات وأيضا ارتفاع مخصصات خسائر الاقتمان السهم على ارتفاع بـ 10% منذ مطلع السنة أيضا نلحظ اسمنت الجنوبية أرباح بـ 175 مليون ريال تراجع بـ 5% السهم على ارتفاع بنصف النقطة المئوية سريعا على الأسواق الأخرى مؤشر السوق الكويتي على ارتفاع طفيف الأول بـ 19% النقطة المئوية وأيضا الأسهم الأكثر نشاطا هناك هي أجيلتي والصناعات الوطنية وكلاهما على ارتفاع لاحظوا أجيلتي مكاسب بـ 10% بعد طبعا إعلان عن بيع وحدتها للوجستية الدولية إلى الشركة الدنماركية وهذه نظرة أيضا على الأسهم المالية ارتفاع بنك الخليج بحوالي 3% في دبي جلسة هادئة جدا سهم أراميكس يتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بمكاسب بـ 1.7% هذه رابع جلسة من الارتفاعات إعمار تتأرجح من الانخفاض إلى الارتفاع الطفيف اليوم بربع النقطة المئوية بعض الضغوطات شهدناها في جلسة البارحة أيضا مكاسب طفيفة على دبي الإسلامي وأخيرا في سوق أبوظبي بعض التراجعات هناك على المؤشر تراجعات طفيفة شهدنا نتائج من الواحة كابتل وأيضا من شركة طاقة واحد كابتل على مكاسب بـ 3.5% وطاقة على استقرار بعد شطب المخصصات التي اتخذتها في الربع الأول من العام الماضي لا ننسى طبعا طاقة كانت قد دمجت أصولها بعد عملية الدمج الأخيرة الدار على استقرار وهو السهم الأكثر نشاطا IHC الذي كان دائما ما يتصدر هذه اللائحة على ثاني الأسهم الأكثر نشاطا متراجع بشكل طفيف وأيضا بعض الضغوط من فاب بنك أبوظبي الأول هذه كانت تجولة سريعة على أسواق المنطقة مشاهدين نعود الآن لمواصلة النشرة وإياك إبراهيم شكرا يا مصر حالة طقس مع لميس إبراهيم أهلا بكم مشاهدين حالة طقس الخاصة باليوم الأربعاء نبدأها من الإمارات حيث يستمر تأثر الدولة بأحوال جوية غير مستقرة ترتفع معها فرص طول أمطار على بعض المناطق خاصة فترة العصر والمساء وتتركز المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الداخلية مترافقة مع نشاط على سرعة الرياح ما قد يعمل على إثارة الأتربة والغبار وفي العاصمة أبوظبي الأجواء غائمة درجات الحرارة في المستوى الثلاثيني نهارا تلخفض ليلا إلى العشرينات مئوية نسب الرطوبة تزيد عن السبعين في المائة وحركة الرياح متوسطة في دبي تكون الأجواء غائمة جزئيا درجات الحرارة في المستوى الثلاثيني نهارا تلخفض ليلا إلى دون هذه المستويات نسب الرطوبة تزيد عن الخمسين في المائة وحركة الرياح ناشطة ما قد يعمل على إثارة للأتربى والغبار وفي السعودية لا تزال فرصة مهيئة لتكون لصلحة بالركمية الرعدية الممترة مصحوبة برياح ناشطة على أجزاء من جزان عسير الباحة ومكة المكرمة أما في العاصمة الرياض فالأجواء الصافية اليوم درجات الحرارة في أواصل المستوى الثلاثينية تنخفض ليلا إلى المستويات العشرينية نسب الرطوبة تزيد عن العشرة في المئة وحركة الرياح خفيفة وفي العلا الأجواء صافية درجات الحرارة في المستوى 30 نهارا تنخفض إلى دون هذه المستويات ليلا نسب الرطوبة دون 10% مع حركة رياح متوسطة وفي الكويت يكون تقصى في وضع الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح في المستوى 30 نهارا تنخفض ليلا دون هذه المستويات نسب الرطوبة تقترب من 50% وحركة الرياح متوسطة هذا كان كل ما لدي؟ شكرا لحسن المتابعة كرم العلالي عمل درامي ريفي تدور أحداثه في قريتين بحكاية مشتركة وتفاصيل حياتية تنزع أقنعة النفاق وتكشف المتسببين بالصراعات العائلية بسردين مشوق نتابع قوي قلبك يا موفق انت الكبير أبوك اليوم راح يخطب لك ليلة أختها الصغير الشخصية المتلونة توجد في كل زمان ومكان تثير الفتن بين العوائل لا مخاف ولا عمري خف وتخفي خبتها في صورة المصلح بين الناس في كرم العلالي خلال سراع الأحداث يتعرض لمؤامرات وخيانات من أقرم الناس إلوه وبندور الأحداث كما حكيت لك بقالب عنصر التشويق كثير مهم في العمل الصحيح صحيح أنتك انتصار طلعت من العلالي خصبا عنها تدور أحداث المسلسل بين قريتين وتبرز حياة الفلاحين بوقائع درامية مشوقة أنت قاعد بتولع في النار والنار دابي بصدري لا تخلو من هموم متقاطعة الشخصية مش عادية الشخصية فيها تركيب سايكولوجي حلو يعني لها علاقة بأنه هو هادي من الخارج ولكنه من الداخل في عنده انفعالات عاطفية كثير كبيرة بتأثر على قراراته شخصيات مركبة وأخرى يملأها الشر وشخصيات مغلوب على أمرها فهموني يعني والله بحبها أصرخ يعني والله بحبها وأقارب متناحرون أغلقوا عقولهم أمام وشات منافقين وطول هالسنين هاي حدا قدر يعرف شو بدوري براسي صنعوا أحداث درامية بحثا عن حلول اجتماعية كله مشاكل اجتماعية بحثة صحيح كانت في قالب قدميم ولكن هي تحاكي وقائنا المعاصر المعارك بين العوائل يصنعها الحمد والسارق يكشف ولو بعد حين وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهني قيم يعيدها مسلسل كرم العلالي للمشاهدين من عمان صعود الخلف العربية في نهاية نشاهد تذكير بأبرز عنوينها نواب أمريكيون يؤكدون ضرورة استمرار وصول المفاتيشين الدوليين إلى مواقع إيران النووية واشنطن تهدد الحوتيين بفرض عقوبات إذا لم يتعاونوا مع جهود الحل السياسي للأزمة لأول مرة منذ عام 2013 مباحثات مصرية تركية في القاهرة على مدى يومين ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات في الهند وبريطانيا تتجه لتطائم السكان بالجرعة الثالثة نهاية نشرة شكرا لكم على طيب المتابع واللقاء على رأس الساعة اشتركوا في القناة